صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المستمعين واسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي طبعا هذا البرنامج نفتح في آفاق التواصل معكم لاستقبال رأيكم ولاحظاتكم وإقتراحاتكم وإرقام التواصل معنا بتكون إن شاء الله على 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 معنا اليوم في الحلقة في الإعداد زميل يوسف سعد في التنسيق معنا ميرا الإغفالي صباحك الله بالخير وأيضا في الإخراج عيسى سبيل وتشاركني الحلقة اليوم دكتورة ميسون شعالي صباحك الله بالخير دكتورة صباح الخير محمود وأحب أصبح المستمعين جميعا صباحكم الله بكل خير طيب دكتورة نحن اليوم سؤال مسابقتنا بيكون يعني شامل كامل مناخذ الفائز اليوم يدويا لأن السؤال عام ما حطيت فيه خيارات يا ميرا فبيكون السؤال وايد عام أبغي أي حد يرسل لي أي خدمة انحطت ضمن مشاركتنا في جايتكس عطوني أي خدمة طول الأسبوع هذه استعرضنا مجموعة من الخدمات أيضا اللي بيتابع حلقتنا بيعرف الإجابة كذلك ولكن أي خدمة من الخدمات اللي استعرضناها في منصتنا في جايتكس 2018 ارسلونا الإجابة مع الاسم الثلاثي والفائز معنا بيفوز بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي يعني هذه آخر جائزة عندنا هذا الأسبوع يعني احتفاء بهذا المعرض المعرض كانت مشاركتها جميلة دكتورة أيوه يعني الحمد لله يعني المنصة يعني كانت استغطبت العديد من الزوار المعرض والكثيرين اللي اللي مروا المعرض وأبدوا وإعجابهم بالخدمات اللي تقدم فعسبشي اليوم آخر يوم عندكم بعد يعني لين الحين عندنا فرصة لين نهاية اليوم فأنصحكم أنكم تمرون وتشوفون أحدث الخدمات الذكية في جايتكس في عندنا بعد جهاز جميل وبعدين يمكن يمكن أخبركم بس أبغيكم شوي تدورون على الخدمات اللي استعرضناها طيب اليوم دكتورة ما نتكلم عن شغلة جميلة أو دراسة أو شي يعني تم اكتشافه أو طوروه أيها خاتم يقضي على حالة قاتلة من الشخير طور باحثون خاتما عالي التقنية يوضع في الإصبع ليلا للكشف عن توقف التنفس أثناء النوم وهي حالة خطرة من الشخير يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية كيف يعني تعرفون واحد يوم راقتي هذه الحالة ممكن تكون مؤشر للعديد من الأمراض عموما يمكن للابتكار الجديد تسهيل عملية تشخيص المشكلة حيث تقدر نحو أن 80% من الحالات لا يتم اكتشافه أكيد ما يتم اكتشافه هذا إذا راقد شكرا بيعرف يقطع عند النفس يقوم يطر أن يقوم عندما يوقف النفس في هذه الحالة يطر أنه يقوم نزين يحدث توقف التنفس أثناء النوم عندما تسترخي العضلات في المجاري التنفسية لدرجة إعاقتها بالكامل يتوقف التنفس مدة عشر ثواني على الأقل ويمكن علاج الحالة عن طريق ضغط الهواء الإيجاب المستمر حيث يمكن ارتداء قناع خاص أثناء النوم للحفاظ على المجاري التنفسية بحالة جيدة ولكن يجب أولا تشخيص الحالة ويمكن أن يكون ذلك صعبا ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المصابين لا يعلمون ما يقومون به أثناء النوم وحتى الآن تشمل خيارات إجراء التشخيص الدقيق على المعدات معدات اختبار منزلية مرهقة تتكون من أشرة ضيقة توضع على الصدر لقياس حركات التنفس وبراقبة معدلات ضربات القلب وكذلك جهاز استشعار التنفس على الوجه وآخر لاستشعار الأكسجين القابض على أصبع اليد وهذه الأجهزة نحن نوفرها بعد في هيئة الصحة في عنا عيادة سمع عيادة النوم زي موجودة في مستشفى راشد عموما الخاتم الجديد يمكن أن يكون أكثر ملائمة فهو مصنوع من السيليكون الناعم ومزود بأجهزة استشعار تتبع التغيرات في مستويات الأكسجين بالدم عندما ينام المريض هذا الستاب كامل يعني اختزله في خاتم يا سلام جميل وشي سهل الواحد يستعمله طبعا نحب نقول بعد أن أحد أسباب الشخير هو زيادة الوزن ووحدة من الأساليب علشان نخفف الشخير نحن نزل وزنه الوزن له دور كبير في الشخير وطبعا فيه بعد أسباب ثانية مثل الكحول وهالأشياء فلشان تشيل الواحد فيه أشياء وقائية يسويها ممكن يخفف عندنا الشخير وشخير تقريبا موجود في نسبة كبيرة من الناس هو يكثر في الرجال أكثر عن النساء عندهم اللي هو المايلد الوسط 44% في الريايل 30% في الحليم مسكين يوم ينام ينام يعني تي قتيل لنا تعبان يشتغلون دو اليوم شي يسوي يا حليلي نزيل ففيه أساليب حياة بعد يتبعون هالناس نزيل بس بعد حين نشوفي الريال يناخر بمشكلة حربة ناخر بعد مشكلة ترى نزيل فيه علاجة الحين مهتم بالموضوع ميرا ها شكله عندت مشكلة ما عندت قولي الصدق لا تقول ما عندها أنا عندي مشكلة صراحة في بعض الأحيان خاصة إذا مسافر ما نام وايد أتيني هذه المشكلة في وضعيات الواحد لو ينام على الجنب إذا على ظهره يزيد لأنه يرجع اللسال وراء فممكن الواحد ينام على جنب جبينه يعني أنا في بخاخ كنت أستخدمه وهذا استخدمه في الطيارة عشان بس الناس ما ينزعجون مني تبخينه تحت لسان دكتورة نزيل وعلى أساس أنه مانع للشخرح ما أدري أنا يوم راقد في الطيارة ترقدي في الطيارة الرقدة ما مريحة لكن ما أدري أشياء آخر ما شاخر حزتها الله العالم سألت لي عند ذلك لا تمرها من مرات نايم هاي السلام أخبركم إياها بس أبوحك يعني نايم وكوابيسة سحلم ومره واحدة نش وأصرقتي هااا نتيني المضيفة فيك شيء صاير شيء والحمد لله أنا طيارة بعظهم كانوا اركود ما شاء الله يعني تترقد الناس اللي يرقدونه في الطيارة أنا ما عندي مشكلة في الستوديو أرقد اللهم لك الحمد يعني ما عندي مشكلة في النوم متصالح مع نفسك أي وقت أريد أن أقرر أني أنا أرقد أرقد ما عندي هذه المشكلة عموماً اللي عنده تجارف في وضوح الشخير بعد إشاركنا فيها على 600551414 الإجابات اليوم متنوعة اذكروا لي فقط خدمة من الخدمات اللي نحن طرحناها في مشاركتنا خلال معرض جايتكس 2018 خدمة وحدة من هذه الخدمات انزيل طيب المداخلات اللي على النوم نأخذها بعد الفاصل سامحوني ونطلع فاصل سريع ونرجع لكم صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مسامعين الكرام وحياكم الله معانا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دايماً إذاعة نور دبي إذن مستمعين سؤال حلقتنا اليوم تذكرين سؤال؟ ما أهم الخدمات الإلكترونية ليت قدمها هيئة الصحة اذكر أي خدمة أي خدمة أي خدمة قدمتها هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها في معرض جاي تيكس 2018 نحن نبغي لكل يوم إن شاء الله يفوز معظم الأسئلة والله ولا سؤال غلط لنا الحينة أشوف يعني غالباً ولا سؤال غلط الحمد لله على أربعة صفر صفر ستة شاركونا إجاباتكم على أربعة صفر صفر ستة السؤال مفتوح لكم وأيضاً الفائز بيفوز معنا بألف درهم الإخوان اللي فازوا معانا في الأيام السابقة إن شاء الله يعني يكونون يسمعونا وميرا إن شاء الله بعد اتصلت فيكم وكلمتكم على الأسبوع القادم بإذن الله مرونا في المبنى الرئيسي لهيئة الصحة بدبي المبنى تقريباً أحذال التلفزيون يعني أحذال مبنى التلفزيون مو ببعيد عند المسيد عموماً مروا هناك سؤلوا عن رسم الإعلام أو سؤلوا عني كذلك ممكن يوجهونكم الزملاء وموظفين هناك يوجهونكم إلى المكتب وإن شاء الله تستلمون الجائزة طيب كنا نتكلم عن الشخير زين عن الخاتم هذا معانا أبو عمران سلام عليكم سلام رحت الله بعمران فضل يا سيدي كيف حالكم؟ خير عليك خير مشكورين أولاً على البرنامج وعلى كل اللي تطرحون في قراتكم المباركة وأنا حبيت أشاركوا إياكم في نفس الموضوع هذا لأنه موضوع غريب وحساس وتعرفون أن يسبب خلق عند بابنا صحيح من الأمور اللي صارت بارك الله فيك أنا كنت مسافر ويربيعي بلاد في أوروبا نعم في يوم يا وقت الليل أنا وصاحبي سمعت شخير أنا لم أتعود أن أسمع شخير يعني نشيت من رقات على صوت الشخير يعني فاق استغربت يعني أني شخير قوي قلت الله يكون في عونة فبعدين ما قدرت أنا أتحمل وأرقد وقلت له فلان 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 وقوي هذا أساوي عمرك أردت عمرك ما قدرت أرقد لأن تعرف ما شيء مكيفات هناك صادق وغير أرد مكيف والأكنديشن السجيل فأصوير هذه الأمور هذا الموقف الأول نعم الموقف الثاني أنا بعد ساعات يوم أكون تعبان ورقد عيالي يقولوا لي أبو أنت كنت شاخر قلت لهم أنا كنت شاخر قالوا هيا قلت لهم إذا تعبان شأش أشاء فقلت لهم إذا أنا كنت ياكم وأنتوا ضيقتوا دزوني غاذا أو قلوا لي يعني واعوني وأنا بلف لأنه يقول لك هذا يشاخر إذا لف مثلا الرقد على يم هاي يخوز يخوز ولا هات صادق بارك الله فيك هل هو في علاج لأننا دورت قبل من ثلاث سنين عن هذا الموضوع ما أدري ما أشاهد فيه علاج فيه ناس يقولون لك أنفخ في بيب تريد عود أنفخ أنفخ بس يبغي لإستمرارية مدة لكن ما أدري حتى شو هالموضوع هل هو صدق هل هو في فعالية فيزاكم الله خير تسلم يا بعمر وإحنا نستمعون نترى إذا أدكم أي سيئة تسمع أنا بس تعليقين بسيطين أول شي موضوع أن الصاحب الذي يشاخر في السفر أبسط حل بعمران خذ لك سماعات نزين وحط لك أي شي في ذنك وبترقد سماعة بطيح عقب أنت وانت رأى قد بطيح نزين هذا واحد الثنين الذي يستاذ من الشخير هذا الكلام يقول صاحبك الحين الذي يشاخر أنت مستاذ من شخيرة الكلام لصاحبك يوم يرقد بعمران صورة أو سجله لأن 100% في السفر الكل يشاخر تقريباً يعني زين لكن حد شخيرة عالي حد شخيرة أقل واحد من الشباب نسي شي قال لي يا أخي أنت الشاخر قلت لي يا أخي ناسف والله يعني أحاول هذا لكن شيء مو بيدي وأخذ أنا بعض الأشياء اللي مفروضة أنها يعني تخف الشخير المهم رقد الريال قبلي وقامي ناخر يوم ناخر صورته نشي الصبح لا الصبح نشي قلت لي يا أخي أنت تشاخر قال لي مستحيل ومادري كذا قلت لي مو مشكلة هذا فيديو أنا مصوره نكيا طالع قال لي أنت تعرف هذه جريمة نكتروني قلت نكتروني ونبشرها أقولي نكتروني بس ندري وكما تقول لي ما شاهر عموما دكتور تكلم بعمران عن بعض الأمور دعنا نتكلم فيها علميا الآن هل في علاج للشخير؟ هو لازم أول يعرف الأسباب في مشاكل تنفسية قد تؤدي إلى الشخير لازم يراجع الطبيب ويشوف الأسباب في بعض الحالات تحتاج تدخل جراحي وفي مثل ما قال الأخوي محمود من شوية في أجهزة يستعملونها تساعد على تخفيف الشخير إذا فيه وزن زيادة لازم تحاول تنزله وتتبع مثل ما تقول لما تنام على الجنب لأن الواحد لما ينام على وراء لسانة شوية يرجع وراء ويسكر المسالك في مجرى التنفس يسوي لشخير بس لازم تعرف السبب أخوي أبو عمران راجع الطبيب وفيه عندنا عيادة النوم ممكن تراجعها في مستشفى راشد طيب شو أفضل الطرق التي نحن ممكن ننام فيها بشكل صحي وسليم دكتورة شو الخطوات التي نستعملها لكي ننام بشكل صحي فيه خطوات لازم يتبعها الشخص إذا عنده أرق طبعا الأرق لويد أسباب قد يكون أولي أو يكون ثانوي في بعض الناس طبيعتهم ما ينامون ويد وفيه ناس عندهم أسباب مشاكل شخصية مشاكل في الشغل مشاكل في التنفس تخليهم من نوع اللي يعني ما ينامون بالليل طبعا هذا في إلى مشاكل بعدين لما مثلا يروح الدوام تعبان لا سمح الله يسوي حادث في السيارة ما مركز فهو الأحسن الواحد يتبع بعض الأساليب اللي تساعده أنه ينام بشكل جيد اللي ينصحون دايما أن الواحد يدخل ينام في نفس الوقت كل يوم ويصحى في نفس الوقت هاي من الأساليب اللي تعزز عند النوم إذا يتبع هالشيء يعني فترة مع بعض مع أشياء ثانية طبعا الأكل والشرب قبل النوم ما ينصحون فيه الشرب قد يخلي الواحد يقوم كم مرح يعني في الليل فيخرب عليه دورة النوم صحيح الأكل ما يكون يعان بعد يعني ما يروح ويعان يأكل بوقت تقريبا ساعتين لثلاث قبل النوم وما يأكل أكل دسم وفي شيء بعد القيلولة القيلولة لو الواحد يأخذ قيلولة ووقت طويل هم ينصحون القيلولة تكون قبل الساعة ثلاث ولمدتها تكون ربع لنصف ساعة بس الالتزام بالتمارين الرياضية جدا يعزز النوم إذا الواحد يسوي رياضة كل يوم طبيعي النوم عنده بيعتدل لأن الجسم بيكون محتاج الراحة بعد المجهود الرياضة بعد المجهود الرياضة اللي بدلها ويكون النوم مرتاح فيه بعد طيب يقولون متى أفضل وقت للنوم دكتورة؟ بالليل يعني الواحد يخلي نوم حد من الناس يقول من 9 لين 12 أن كل ساعة تنام فيها من 9 لين 12 في الليل هذه تعادل ساعتين من النوم في النهار وحد يقول أن الساعات اللي موجودة في الليل من الساعة 12 لين الساعة ثلاث هذه تعادل ساعة ونص من النوم في النهار أفضل ساعات النوم قالوا لنا هي من 9 لين 12 علميا بغروب الشمس المخ تطلع فيه مواد كيميائية تحفز الإنسان على النوم والفجر مع بلوغ طلوع الشمس العكس مواد كيميائية يعني تقولك أصحى فهو الوقت من غروب الشمس لطلوع الشمس هو هالوقت حق النوم الساعات اللي ينصحون فيها أو الناء حق البالغين هي من 7 لتسع ساعات من 7 لتسع ساعات بس فيه فروق شخصية يعني فيه اختلافات شخصية فيه ناس خمس ساعات كفيهم ويجدروني يمشون يومهم بشكل طبيعي هاي اختلافات فردية يعتبر بس هي الأفضل من 6 لين 9 ساعات هو هي من 7 لتسع ساعات من 7 لتسع ساعات حق البالغين الأطفال الأكثر طبعا هاي فيه بعض أشياء ثانية يتعزز النوم مثل ما أنت قلت ونصحت أخوي بعمران أني يحط سماعات الناس اللي مثلا عندهم يعني مشكلة يوم يدخلون يرقدون فيه طقوس يسوونها ممكن مثلا فيه حد ياخذ مثلا شاور فيه حد ممكن يسمع قرآن يخفض الإضاءة أو ممكن يغمض عينه أو يسكر إذنه علشان يساعده في النوم جميل خلينا أخذ انتصار وما نكمل الموضوع تفضلي انتصار هلو سلام عليكم يا هلا تفضلي أول شي تشاخري أو لا كيف؟ والله أولا بالشاخر ما كذب عليك وهذا الشي يقولون يعني يتخيل أن زوجي هو شاخر وايد شاخر أنا زمان ما كنت عندي هذا الشي عندكم عيال ما شاء الله عندنا العيال الله يعينه سماعات الإضلن خيمتنا وهذه المشكلة تصدق يعني أنا طبعا سودانية نعم هيا إن شاء الله ونعم 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 مع المواطنين أنا رايح السودان تراني شهر الياي إن شاء الله 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 حلو السودان حلو بالمناسب والله حلو إن شاء الله عنا شوية بس إن شاء الله ما شاخر هناك ترضى بي لا لا ما بيشاخر إن شاء الله ما بيشاخر فأقول يعني الصدق يعني الشخير يعني ومفعج بس كمان لها ما بإرادة يعني أنا زمان كان زوجي عنده عنده هذا الشخير فدوعي من النوم أقول لا يلا يلا قوم أقول خلينا أرقب أقول والله العظيم أنا خلاص تعبت من هذا الصغر عزين بعد فترة أمكن ثلاثين ثلاث سرين عدات فتحول علي أي طرح النوم ما يعدي يا بنت الحلح عندي المواطنين والأول لأنا درسة تخيل الولد لأنا درسة هم مكافلين يعني أي الدرسة بيقول لي فتح مثلا أنا لأورقات فبيسمعون صوتر هذا الشخير فبالجد الصحي يعني أنا شو في منهم أمزان يوم هم يمزعوني يعني وبحكون قالوا لي إحنا نباكت روحين عنده من المستشفى رحت عنده من المستشفى هم ففي الليل رقبت لأنا مهم ما تطيع يعني تروح تمشي المستشفى هم بتقول لي باتي عندهم أقول لي أوكي عادي فرحت شفت روحنا عند الصغير هذا راقد وعنده أخته وإحنا راقدين فجأة أنا رقبت فرقبت كان صورني وأنا راقدة خلاص طبعا هذا الموضوع يعني في الجزي يعني يلا قام قال لي ها تعالي شوفي سمعين من هذا طبعا استحيت يا رب شو أزوي فاطقي تدور على أجياء يعني تشيل عني هذا الشي يعني أنا انتصار انتصار أول شي شكرا لك على هذه المداخلة بس لأن أطلع فاصل بعد دي لكن على السريع تعليق على مكالمتك أيها أول شي لا تستحي من هذا الموضوع موضوع ما في خجل هذا يعني قالت دكتورة أربعين بالمئة يصاب الرجال ونسبة الرجال اللي يصابون بعملية الشخير يعني هذه نسبة كبيرة ويمكن كلنا مرينا فيها لأن هذه شغلة طبيعية ولكن الفكرة أن لازم أن أعرف أن أنا عندي مشكلة آمن بهذه الموضوع وانتي عندك هذا الإيمان توجهي إلى الطبيب خلي يعالج يشوف وين السبب السبب هناك أسباب كثيرة لعملية الشخير أنا بالنسبة لي عندي حتى الدكتور قال لي يعني في شغلة سيئة كنت أسوي أني أكل عقبر وحنام فهذه شغلة وائد سيئة كانت ويوة أنا قاعد أعمل هذا الشيء أكل أرقد على أقول يعني ما بتمشى هذا الشيء يمكن يكون هو بعد شاكر لتينتصار أنا متينة أنا دبي حاولت نزلين وقت وزنة تختي بيساعدت شكرا لتينتصار شكرا مشكورين أنا قاعد أسمع زاعة نور دبي على طول مصالة على الأشياء الموجودة فيها البرامج كلها حلوة وأتمنى ربنا يوفقكم ويزيتكم يا ربنا دائما تسعدون حالة انتصار هي حالة موجودة عند الكثير من الناس فأتصور الموضوع يعني عطينا حق الدكتورة قبل لنطلع الفاصل خبريني بس شو تبغين تقولين باختصار حق اللي ينامون بشكل جيد بشكل عشان الواحد ينام بشكل جيد عشان النامون بشكل جيد هم لازم يتبعون الخطوات التالية ينامون في نفس الوقت يصحون في نفس الوقت الممارسات التمارين الرياضية جدا مهم الأكل والشرب قبل النوم الواحد ما يدخل يعان عشان ما يقوم بالليل ويكون ماكل قبل فترة علشان ما يتعب بعد الأكل الطقوس اللي يحاول يسويها علشان ينام انه ممكن ياخذ شوار يجهز جسمي يعني يقول حق نفس انه انا بدخل انام يدور مكان مريح هادي ينام السترس فيه طبعا اغلب الناس عندهم مشاكل محد خالي من المشاكل يرتب اولوياته يحاول الواحد اذا يقدر يفوض الامور حق اشخاص يساعدون يفوضها بحيث انه يخفف السترس على نفسه ويقدر ينام في حال طول الموضوع معه نحنا نقول يتجه لطبيب ويحاول يأخذ فيه بعض الادوية يعطونها ويأخذ لك شوار شي حلو دافي صلي ركعتين وارقد الامور طيبة الواحد اول ما يصلي بيين نوم هي الشيطان لانه يلعب في مخة يتم سبحان الله يقول الله اكبر شي يبتدي الثاوة هذا الشيطان لانه يشتغل عموما سؤال حلقتنا اليوم يا جماعة الخير عليه الف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي انزين الف درهم هذه ضمن احتفال هيئة الصحة بمشاركته خلال معرض جايتكس 2018 سؤالنا يقول اذكر اي خدمة تقدمها هيئة الصحة عبر منصتها المشارك في جايتكس 2018 الاجابات على 4006 اذكر الخدمة مع اسمك الثلاثي انزين بيوسف افضل الطرق قبل النوم التحكم في المعدة والامتناع من الدهون والملح والسكر والبهارات بانواعي شكرا وبرعي كلامك سليم جدا تلك العافية فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله ووقاتكم مرة اخرى مستمعين الكرام حياكم الله معانا في برنامتكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تخدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للعلام عبر إذاعتكم وميزة دايما إذاعة النور دبي عشر دقائق ومنوقف استقبال الإجابة عن سؤال حلقتنا اليوم واللي كان يقول اذكر أي خدمة من خدمات هيئة الصحة التي تستعرضها في معرض جاي تيكس 2018 ما في خيارات ما في أي شيء أسبوع كامل ونحن نروج لهذه الخدمات اللي كان يسمعنا ممكن أن يحط شاسمه الخدمة بشكل عام شو هي الخدمة مع الاسم الثلاثي على 4-0-6 وبيفوز معنا بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي إذن شاركونا عبر هذه المسابقة ألف درهم اليوم آخر ألف درهم نقدمه في هذا الأسبوع فحياكم الله معنا الجوائز كثيرة مم كثيرة يعني خلصنا خمس جوائز آخر يوم تفضلي دكتورة عندنا فقرة التوعية الفيتامينات والمعادن ومصادرها الطبيعية الاختصاصية الغذائية في هيئة الصحة في الدبي شيخة السويدي هل أختي شيخة؟ أهلين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحكم الله بالخير النور السرور موضوعنا اليوم إن شاء الله بيكون عن أهمية الفيتامينات والمعادن ومصادرها الطبيعية من الغذاء اللي تناول الشخص خلال اليوم طبعا أغلبيتنا نعرف أن الفيتامينات والمعادن اللي ها فوائد عديدة وأهمها الحفاظ على عمل الجسم بشكل صحيح ومتوازن وخصوصا خلال مرحلة النمو لذلك يجب نركز ونهتم في نظام الغذائي اللي يوفر على كل العناصر اللي يحتاجها الجسم عشان ينمو بالشكل الصحيح طبعا التنويع مهم جدا في الأكل ما نعتمد على نوعية وحدة من الغذاء لأن مثلا في ناس يعتمدون مثلا كل يوم يأكلون نفس النوعية من الأكل ما في تنويع فهذا جدا شيء مهم التنويع لأن الخضروات نفسها لازم ننوحها الفواقل نفسها لازم ننوحها لأن كل فاكهة أو كل خضرة إلها فيتامينات ومعادن مختلفة النظام الغذائي السليم نجد أن نحتوي على الحليب ومنتجاته الفواقل وخضروات المشكلة مثل ما قلنا عندنا البروتينات اللي هم اللحم الدجاج السمج والبيض عندنا مجموعة النشويات اللي هي الكربوهايدرات منها الخبز الرز والبطاط فغالبية المعادن والفيتامينات اللي بنتكلم عنها نحصلها من هذه المجموعات وإذا نظرنا للفيتامينات المعادن الأكثر أهمية خلال مرحلة النمو أو خلنا نقول للكبار عموما نذكر أول شي فيتاميين A اللي ينسمي الرتنون فيتاميين A يدعم عملية النمو الطبيعية لأنه فيتاميين مسؤول عن بناء وترميم الجلد وبعد مسؤول عن صحة العيون صحة العيون أقفض فيها صحة المظر ويقوي أيضا المناعة ويساعد على محاربة الالتهابات ومسؤول بعد عن إصلاح الأنسجة والعظام مصادر فيتاميين A الطبيعية هي الشليب الجبن البيض عدنا الحبوب المدعمة الحبوب المدعمة نتقد فيها حبوب الأفطار اللي هي الكونفلكس مثلا في السوق يكتبون عليها حبوب مدعمة فيتاميين كذا مثلا فيتاميين خلنا نقول دال أو فيتاميين A صحيح فهي يسميها الشبوب المدعمة وكبد الدجاج بعد عالي جدا فيتاميين A عدنا الخضروات مثل الجزار الشمام الخضروات اللي هي البرتقالية تكون عالية بيتا كاروتين هذا بيتا كاروتين مبادر الأكسدة وهي الفواكه والخضروات اللونها برتقالي غنية فيه عدنا بعد البطاطا الحلوى وعدنا السبانخ عدنا بعد فيتاميين B ويتفرع الفرور عديدة بتكلم بالتحديد عن B3 اللي هو B3 وB6 وB12 وهو مسؤول عن عملية الهضم وانتاج الطاقة وأيضا يعمل على صحة الدورة الدموية والجهاز العصدي مفادر فيتاميين B اللي هو فيتاميين B اللي شوم الدجاج السمك المكسرات البيض الحليب الأجبان الفول الفول الصوية والسبانخ بتكلم عن فيتاميين مهم جدا نسمع عن الدوم وأغلب الناس عندهم نقص اللي هو فيتاميين دال فيتاميين الشمس فيتاميين دال ضروري جدا لتفعيل الكالسيوم في الجسم وصحة تكوين العظام والأسنان طبعا المنظر الأفضل لفيتاميين دال هو التعرض للشمس 15 دقيقة على الأقل في اليوم جميل ومصادر من الأكل الحليب الأسماق الدهنية مثل السلمون والسردين والبيب ممتاز عندنا بعد من الفيتامينات أو خلا نقول حين المعادن من المهمة الكالسيوم مثلا الكالسيوم يساعد في بناء عظام قوية خلال مرحلة النمو وأفضل مصادر مثل ما نعرف الحليب والأجبان عندنا اللبن وهي مصادر الحليب يعني ممتاز عصير البرتقال المدهم بالكالسيوم عصير البرتقال الذي ينباع في السوق بعد ينكتب عليه مدهم بالكالسيوم ومعدن المهم بعد جدا ما ننسى هو الشديد الشديد مسؤول في بناء العضلات وأيضا أساسي جدا لتكوين خلايا الدم الحمراء الصحية طبعا نعرف أن نقطة الشديد يمثل خطورة وليم مضاعفات عديدة فلازم نهتم أن نبقي في مستوى طبيعي أهم مصادر الشديد هي اللسوم والسبانخ وأيضا الفواقه المجسسة مثل التين المجسس مثلا حبوب اليقطين شيخة في سؤال هل يجب أخذ الكالسيوم مع فيتامين دال هل هو موضوع ضروري يعني الطبيب المختص هو المفروض يعني يوصفهم مع بعض أيوة بس يعني فيه ناس يحتاجون وفيه ناس لا مش مهم يعني ياخدون من الأكل شكرا يا شيخ السويدي خصائية التغذية عندنا في هيئة الصحة في دبي على هذه الفغرة التوعوية إن شاء الله استفدنا منها ما نروح الحين خلاص لأن آخر يوم عندنا في جايتكس ومعايا عبر الهاتف المهندس وليد الظهوري رئيس قسم التطبيقات المؤسسية في هيئة الصحة في دبي طبعا ما ما يداني يقول له مهندس بس أنا بالنسبة لي هو مهندس كبير يعني صبحك الله بالخير وليد صبحك الله بالنور وصول يا هلا وليد آخر يوم عندنا في هذه المشاركة خبرنا يعني خلال هذا الأسبوع يعني تقييمك لهذه المشاركة انطباعك يعني الأمور تام هذه المشاركة الناجحة لهيئة الصحة في دبي في هذا المعرض والله الحمد لله كانت مشاركة جيدة جدا يونان كثير من الجمهور بالعكس كانوا مبسطين بالخدمات التي عرضناها وقالوا أننا نحظوا نقلة نوعية للهيئة خلال حذرة قصيرة والشيء يزين يونان نطمح للأكثر جميل يعني يونان البارحة ضابط من شرطة الله يذكر بالخير قال لي قال لي طلب مني خدمة وحدة وقالت إن شاء الله سيجري وستطلع مزين ومحلي لا لا ما عدت فضل نحن مبوايد عالي عندنا كمل مزين فقال لي قال لي أنا أبقي الخدمة هذه وعين إن شاء الله لدينا نحن للجوزر بتطلبين وزيادة ونحن إن شاء الله نقدر نطلع بيط موحام فقال لي الخدمة هذي بتطلع جريب عندنا نحن نحن شغالي عليها قال لي نحن في شرطة زبي القائد العام عندنا نحن يقولون أن قفزوا أقول أن نحن نتعودين نركز حين ياسين نركز فيها تطلحها قائد العام عندنا نحن معلمنا نقفز ومعلم نركز قتل إن شاء الله إن شاء الله أقول إن السنة الياية قدمات نحن بتكون عبارة عن قفزة وانا ما أقول خلال جايتكس بنعرض الخدمات قبل الخدمات القفز من اليوم إن شاء الله تعالى جميل هذه الروح التي نحن نسعى لسؤال حلقتنا اليوم أذكر أي خدمة من الخدمات التي تشارك بها هيئة الصحة بدبي في معرض جايتكس 2018 ارسل لنا على 4006 وعندنا تقريبا ثلاث دقائق ونوقف استقبال الإجابات على هذا السؤال على طار الخدمات ما استعرضنا نحن أستاذ وليد الحمد لله الشيخ حمد بن محمد أطلاق تطبيقنا الرئيتي للهيئة وتطبيقها يكون بواب الخدمات المرضى تبرع بالدم وفحص اللياقة الطبية عرضنا نظام سلامة وجزئية بسيطة هي انترنت الاشياء كيف المريض عندنا العسرير بيانات صحية موجودة طول الوقت متوفرة للممرضة والدكتور لو حال الدهورة حالت وصل لدخط مباشر من الجهتين عرضنا لنافذة القانونية نظام التغذية عرضنا جهاز بيوته وعرضنا بعد نظام لهوية الإلكترونية هو نظام تاخلي وبعد جزئية بسيطة من الأمن والأمان المستخدمين لها ولمرضى هي ممتاز تبغي تسرين شيء دكتورة لا تقريبا هو جاوب على السؤال نزيل طيب أستاذ وليد الآن أنت تقول لي إن شاء الله بتكون في قفزات نحن نشاهدنا يعني الأمانة يعني نشاهدنا ما شاء الله بعض التطورات على صعيد الكثير من الخدمات المقدمة في هيئة الصحابي دبي اليوم تتحدث عن قفزات قادمة نحن عندنا إن شاء الله فيه وائد أشي بعد ما علننا عنها في جايتكس أمور كثيرة مخلينها بيكون في الإعلان القادم ولكن أهم شيء لفت يعني نظر الزوار عندنا في هيئة الصحابي دبي خلال معرض جايتكس شو اللي تحس أن لفت نظرهم بشكل كبير عدنا نحن نظام سلامة بشكل عام كيف ملفك الإلكتروني موجود وقدر تطلع على حال أي مريض أي مستعياذة والرعاية أولية تقدر تشير وتشوف حالتك موجودة لأنه قبل كانت ملفات ورقية ويطلبون ملفه قبل ويصيرون أي مكان التطبيق هذا الرئيسي يوجد وفوت كثير من دول خليجية شافوا التجربة وعبتهم بالعكس التجربة ويت والتطبيق هذا يكون على مراحل قبل نهاية السنة تكون في كثير من الخصار بالضفناء بالإضافة للموجودة حاليا لدينا ناحية نافذة القرونية كنظام إداري يعني يعطي مدير الإدارة ومتخذ القرار وطلع تهامل على الإجراءات ووضع حال وموظف لا سمح الله صلع يجازل وموظف يتأخر في شيء يمكن يدخل بسرعة ويحاولون الموضوع عساس أن لا تتأخر المواضيع التي نحن ونظام الهوية الإلكترونية طبعا مختصية من الموارد البشرية اهتموا بالموضوع كونه تعيين الموظف لأن استقالة الموظف وعليه جانب أمني كبير من ناحية أتمثل الإجراءات الآخرية ممتاز نحن نتمنى لكم التوفيق سيد وليد ونشوفكم إن شاء الله هذه دعوة بعد أن نوجهها لجميع المستمعين أنهم يعني يتوجهون اليوم آخر يوم لساعة كامل يوم أظنني ست أو خمس لا خمسة أو خمسة أو خمسة أظنني الناس الشطفة ساعة أربع بس عموما يعني حاولوا حاولوا تكونون في المعرض لأن يعني فرصة أن كنت تمر وتطلع على آخر تقنيات التكنولوجيا الموجودة في العالم والتي تستعرض هنا في إمارة دبي سيد وليد ظهوري رئيس قسم التطبيقات المؤسسية في هيئة الصحة في دبي نحن شكري لك هذه المداخلة نتمنى لكم التوفيق شكرا جزيلا لك شكرا الله يحب طيب نحن وقفنا استقبال الإجابات على سؤال حلقتنا اللي كان يقول اذكر أي خدمة من الخدمات التي طراحتها أو استعرضتها هيئة الصحة في دبي خلال مشاركتها في معرض جهتك سلفين وثمنتعش يعني معظم الإجابات كانت سليمة إلا واحد بعث لي خدمة لعبة إلكترونية ويقول لي سند وين يا يعني شو سوي شو سوي أسأل عنتي شو سوي خدمات هيئة الصحة شو دخل اللعبة إلكترونية فيها والحين أخي وليد جاوب على تقريبا السؤال جاوب على معظم الأسئلة الفائز معانا الفائز معانا اليوم نختار بشكل عشوائي ولا اخترتي ميرا الفائز أنزين ميرا اختارت لنا الفائز معانا إن شاء الله بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتنا في معرض جايتكس الفين وثمنتع شو قولي ميرا قولي أسمى أسمى أحمد سعيد فازت معانا بألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي شو؟ أسمى أحمد سعيد ألف مبروك لأسمى هذه أسمى ثانية أسمى ثانية هل أنت تختارين هي اختارت لنا أسمى أحمد سعيد ألف مبروك ألف درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي مستمعينا نتمنى لكم إجازتنا هذه الأسبوع سعيدة في الختام يعني أتوجه بالشكر لفريق العمل عندي في إعداد هذه الحلقة كان زميل يوسف سعد وأيضا أتوجه بالشكر كذلك لنور نزال كانت معنا في الإعداد في حلقات سابقة والأخ العزيز حسني البلاونة كذلك في الإعداد كل الشكر لهم كل الشكر لتشميرا اللي غفلي معنا دايما فيه التنسيق نستمتع بوجودها وأيضا الزميل العزيز عيسى سبيل عيسى سبيل ترى أول واحد يخرج لنا البرنامج في أول حلقة طلعنا فيها تنزيل هو يعرف شو سوى أول حلقة شكرا لت دكتورة ميسون شكرا الشعالي شاكرين لتشاهد التواجد ونتمنى لك إجازة نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم يوم الأحد المقبل مع العديد من المواضيع حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي